في شهر يناير الماضي شهدت البحرين ارتفاع لمنسوب الانتهاكات نتحدث عن 995 هو الرقم الكل لتعداد الانتهاكات بينها 138 مداهمة مخالفة للقانون ومداهمات للمنازل تتم في أوقات متأخرة للليل 121 حالة اعتقال تعسفي بينهم 6 أطفال 342 مجموع الرسائل والمواد الإعلامية التي تحرط وتستخدم خطابات الكراهية بينها 89 مادة إعلامية فقط في أربع صحف بحرينية تعرض 200 مواطن بحريني من خلال هم كموقوفين أو متهمين أيضا 18 حالة تعذيب وسوء معاملة بينهم أربع نساء وثمانية أطفال بالإضافة إلى تعرض 77 مواطن بحريني لمحاكمات غير عادلة أنتجت 679 سنة المجموعة لكل الأحكام وغرامات بلغت 268 ألف دولار بالإضافة إلى 17 حالة اختفاء قسري واستمرار الإقامة الجبرية بحق سمعتها الشيخ عيسى القاسم وانتهاك حرية التنقل للساكنين في منطقة الدراز من خلال الحصار الأمني كلها هي انتهاكات حدثت في الشهر الماضي مع استمرار تكريس سياسة الإفلات من الإقامة ترجمة نانسي قنقر